السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول آخر المستجدات القضية الليبية حيث استعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي أثابت تجاه القضية الليبية الهدف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية بتفويد التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تدعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره من جانبي أبدى الرئيس الأمريكي تفهمي للشواغل المتعلقة بالتدعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة مشيدا بالجهود المصرية الحفيفة تجاه القضية الليبية التي من شأنها أن تعزز من مصار العملية السياسية في ليبيا في خلال هذا الاتصال تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا عدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل حوار وحلول سياسية ذكر كمان المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف لملف سد النهضة وتم التوافق أيضا على أهمية مواصلة التفاوض وحتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية تناول اتصال أيضا بحث بعض الموضوعات ذات الصلب لعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين في كل الأحوال لا أحد يريد الحر وفي كل الأحوال مصر ليست دولة كما يقول دائما الرئيس عبد الفتاين ليس دولة تبادر أبدا بأي هجوم على أحد لكنها تستطيع أن تفرد قوتها وتقول كمان بموازين القوى أننا قادرين على إرادة أي كل اللي يفكر فيما يخص الأمن القومي لمصر سواء في ليبيا أو في سد النهضة ترجمة نانسي قنقر